مشاهدين الحضارة المصرية القديمة لسه بتبهر العالم اللي بينتظر وبيترقب افتتاح المتحف المصري الكبير وتمهيداً لهذا الافتتاح بدأ المتحف في استقبال الزوار والسائحين عشان يشهدوا العروض التفاعلية ويزوروا كمان الدرج العظيم اللي بيضم مجموعة من أهم وأطخم القطع الأثرية المصرية افتتاح هذا الدرج تم في إطار التشغيل التجريبي اللي بيمثل خطوة هامة جداً نحو طريق الافتتاح الرسمي الكبير للمتحف واللي بينتظر العالم بأكمله خلاني نتعرف على تفاصيل هذا الأمر من الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير صباح لكي يا دكتور عيسى صباح لكي يا أستاذ مصطفى صباح لكي يا أستاذ الجمانة صباح لكي يا أستاذ الجمانة صباح لكي يا أستاذ المشاهد في المتحف إيه هو هذا الدرج وإيه أهميته بالنسبة للمتحف وإيه أهم المناطق بشكل عامل مفتوحة للزيارة حالياً داخل أطار المتحف حضرتك إحنا الدرج العظيم ده هو إحنا قاعات العرض اللي بيتميز ويتفعل بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله بيتعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية اللي بتجسد روائع لفنة الحضارة المصرية القديمة تبدأ من عصر الدولة القديمة عصر الدولة الوسطى الدولة الحديثة العصر اليوناني الجمهوري وطبعاً الدرج العظيم بيتكلم على قصة وسيناريو في الحضارة المصرية القديمة من أفضل الروائع الفن بيتكلم على موضوعات رئيسية أربع موضوعات بيتم فيهم عرض مجموعة متميزة من تمثيل المنوك زي الهيئة الملكية زي الملك كان بيتم تصويره في العصور القديمة وأهم هذه المجموعة تمثيل للملك سيتي الأول تمثيل للملك سونسيرت تمثيل للملك حدش بسود تمثيل للملك أمنحوت التلاتة بعد كده ما بتطلع حضرتك من على الضرك بتقابل موضوع تاني في غير الأهمية وهي الدور المقدسة أو أماكن العبادة عند المصر القديمة عارف أن تشهيد المعابد كان على أهمية واهتمام مصري القديم وكان يقع على عاطق الملك اللي كان بيحكم في الفترة دية وإحنا من خلال هذا الموضوع بنعرض مجموعة جداً متميزة من الأعمدة المسوعة من الجراميات للملك مثلاً تحوراعة بعصر الدول القديمة بنتكلم على تنفلل للملك أمن محات بنتكلم على عتب للملك سبق حتب بنتكلم أيضاً في موضوع ثالث وهو موضوع الملك وعلاقته بالآلهة الملك إزاي كان بيحكم إزاي وكانت علاقته الوفيدة بالآلهة إزاي وده بنعرض مجموعة من التماثيل الضخمة جداً زي تنسل المعبود بتاح زي تنسل الملك رمسيس وسخمة من الجراميات الوارد قطع الأصار الساكيلة دية بيصل أوازن القطع منها إلى ما يقوم من 25 و30 تن إذا انتقل بعد كده حضرتك في موضوع رابع على الدرجة العظيم اللي هي الحياة الأبدية عند المصر القديم ودي معروض مجموعة من التوابيط المتميزة جداً زي تابوت للملك تحتمص تابوت للأمير خوق الجدف وحضرتك بقى بينتهي المنظر ببانورامة عرض رقعة جداً بتلاقي الأهرامات وكأنها معروضة في بدلين تعرض من خلف ألواحي زجاجية هذا هو الدرجة العظيم باختصار وهو إن شاء الله إضافك جداً جداً للسياحة في مصر إذن الله بكل تأكيد يا فندم إن كنا نحن كمان بتتابع مع سيدة المشاهدين دلوقتي على الشاشة يعني بعض المشاهد من عرض الدرجة العظيم بس كنا نعرف من حضرتك يا فندم الأسليب المستخدمة في هذا العرض وأيضاً السرد هل في لغات مختلفة بيتم من خلالها سرد كل هذه القصص العظيمة ولا إيه اللي بيحصل؟ هو طبعاً زي من حضرتك قلت إحنا طبعاً أحدث أسليب العرض المتحفي موجودة في المنظر الكبير طبعاً في الدرجة العظيم في قاعة العرض الرئيطية قاعتها الملك توسعان في أمون فيه طبعاً لغات شرحة يعني لو حضرتك جاية بمقراضك أو مش محتاجة مرشد معاكي ممكن تقري اللي بلز اللي هو موجود لكل قطعة أثرية ما هي القطعة الأثرية جاية منين هو إيه هو الملك اللي هو موجود لا إسمه إيه موجود إيه على اللي بلز مكتوب في ثلاث لغات اللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة اليابانية فده كل المتحف حضرتك حدقك بتقول لو مش محتاجة مرشد معاكي المرشدين طيب دكتور رئيسة ثانية واحدة فيه مصاعد كهربائية فيه سلالة متحركة اللي عاوز يتجول على الدرج ومفرده يتجول فكل شيء مدروس ومحسوط في المتحف المطر الكبير هي الحدقك بتقول لو مش محتاجين مرشد فيه مرشدين سياحيين موجودين ولا بيتم من خلال آيباد أو أي طريقة تانية فيه مرشد سياحي موجود ممكن يرافق الزوار فيه بعض الأفوات السياحية بتيجي بالمرشد فيه عندنا في المتحف شركة الإدارة شركة اللي هي بتدير المتحف شركة لجاسي أحدى التحالف الدولة الحسن علام شركة محترمة جدا بيكون فيه مرشدين موجودين بيستقبلوا إذنذين يعني بيصدقهم ويعرفهم على التجربة السياحية على الدرج العظيم وده كل فورترين ما كوش أي رسوم بيأخذوا السياحة على الدرج العظيم ويشرحوا له إيه والدرج العظيم والقطع الموجود على الدرج العظيم طيب يعني بنسبة كم في المية نقول المتحف فتح يعني احنا فتحنا كم في المية كده يا دكتور عيسي احنا سيادتك الوقتي فتحنا المثال المعلقة فتحنا البهو العظيم اللي فيه من الملك رمسيس وعمود الملك ميرين بتاح وتمثال الملك وملك أمن العصر البطلاني وفتحنا الدرج العظيم هو مش افتتاح بمعنى افتتاح ولكن هو تشغيل تجريبي للتعرف لو فيه أي إضافات نقدر نقدمها أفضل يعني بنسبة كم في المية بس نقدر نضيف على العرض المتحفي نقدر نضيف على المكونات بتاعت المتحف يعني احنا المتحف حضرتك انتهى بنسبة مية في المية أعمال هندسية وتشجدات الأعمال الأثرية الأماكن نرسل حضرتك عليها سواء البهو أو الضرب العظيم انتهت بنسبة مية في المية أثار وعندسة وبطاقات شرح إضاءة تحكم بيئي قاعتها الملك توتعان خيامون انتهت بنسبة 99% لو ما يتبكى سواء جزء بسيط جدا خارج المتحف اللي هو موجود في المتحف التحرير قطع بسيطة في حالة جيدة هيتم نقلها المتحب وقت مناسب عشان ما نحن نمشي السائح منها عندنا قاعة العرض الرئيسية أزل من 93% تم الانتاء من أعمال وضع الآثار سواء في الفترين أو على البلنساء الحمد لله احنا مستزمين بالجدول ان شاء الله ونخلص في الوقت المحدد بإذن الله بنشكرك دكتور عيسى دكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار في المتحف المصر الكبير شكرا جزيلا لحضرتك